نتقل إلى أحمد البوديري من القدس المحتلة أحمد ما هي آخر المستجدات لديك؟ الاجتماع الأمني الكابنت الأمني ما زال مستمرا لغاية الآن ولكن بدأنا نسمع العديد من الأصوات داخل إسرائيل والتي تنادي باستمرار الحرب على سبيل المثال جدع صاعر وهو الذي انشق من حزب الليكود وأسس حزبا خاصا به الذي قال قبل قليل يجب أن تستمر هذه المعركة إذا لم يكن هناك إيقاف كامل لتسلح وإعادة تسليح حركة حماس في المستقبل وإذا لم يكن هناك استعادة للجنود المختطفين أو الموجودين في منطقة قطاع غزة على حد قوله فإن ذلك يعني بأننا لم نحقق شيئا ويجب على المعركة أن تستمر بنكفير وهو أيضا جزء لا يتجزأ من الحكومة الإسرائيلية كونه عضو مشاركة في حزب الليكود الإسرائيل ومتحالف مع بن يمين نتنيهو قال إذا تم إيقاف الحرب دون أن يكون هناك أي ضمنات سياسية مستقبلية هذا يعني على حد قوله بسق في وجه سكان الجنوب وعلى بن يمين نتنيهو أن يعلم بأن دعمنا المطلق له ليس بالضرورة أن يستمر عدد من العسكريين المتقاعدين الذين كانوا إما في سلك الاستخبارات أو كانوا في سلك الجيش الإسرائيلي يقولون بأن الانتهاء من هذه العملية العسكرية دون أن يكون هناك إنجاز حقيقي يشكل تهديدا حقيقيا لقوة الردع الإسرائيلية التي ما لبثت أن تراجعت بشكل كبير تحديدا خلال العشر سنوات الماضية وأن على حد قول أولئك من المتقاعدين العسكريين الذين قالوا بأن هذا الشكل من التراجع إنما سوف ندفع ثمنه في المستقبل أما في اليسار الإسرائيلي أو في الأحزاب الوسط واليسار الذين باتوا يقولون بأن هذه العملية العسكرية أفقدت الحكومة الإسرائيلية شريتها وأفقدتها القدرة على اتخاذ القرار الصائب وبن يمينة نهو فقط يفكر في الكرسي الحكم ولا يفكر بمستقبل ما قد يجري بعض العسكريين الذين أشاروا أيضا إلى أن هناك محاولة لإظهار بن يمينة نهو يحاول إظهار بأن الجيش يضغط عليه للقبول بوقف إطلاق النار وهذا عارن عن الصحة والجيش مستعد للاستمرار والمضي قدما في العملية العسكرية كل هذه الأصوات وحقيقة لا نسمع صوت الذي يقول لتتوقف الحرب فورا يعني هذا الصوت بدنا لا نسمع وطبعا هناك من أقصى اليسار ولكن بالأصوات الوازنة في الشأن وفي المنظومة السياسية الإسرائيلية لا أحد يقول بأن الحكومة يجب أن تعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد جزء منهم يطالب أن يكون هناك استمرار لعملية العسكرية وجزء يطالب أن يكون هناك ورقة سياسية أما سكان الجنوب الذين هم في سديروت فعمليا الذين لا يستطيعون مغادرة المنازل بسبب استمرار إطلاق الصواريخ والتي عموما لم تتوقف حتى خلال الاجتماع الكابنت الإسرائيلي ما زالت صفارات الإنظار تدوي في عدد كبير من البلدات حول قطع غزة سكان سديروت باشروا بحملة إلكترونية كبيرة وذلك للضغط على الحكومة الإسرائيلية واستخدام مصطلحات مبتذلة إلى حد ما وذلك في وصف الحكومة الإسرائيلية بالضعيفة وصف الجيش الإسرائيلي بأنه لا يقوم بالواجب الذي عليه القيام به ألا وهو حماية الأمن الإسرائيلي وأهالي سديروت الذين يهاجمون وطبعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالإسرائيليين الذين يقولون بأن هذه العملية العسكرية إذا انتهت الآن هذا يعني بأن سكان تل أبيب سوف يكونون تماما كسكان سديروت ويعانون من الصواريخ التي ما تزال تنطلق والتي سوف تبقى تنطلق في الجوالات المقبلة إذن الجو السياسي بات في حالة فوضى عارمة بين أخذ ورد واعتراضات كبيرة عن كيفية إدارة خواتيم المعركة إذا ما كان هناك خواتيم الجميع يسأل ماذا بخصوص الاجتماع الأمني أولا هذا الاجتماع ليس بالضرورة أن يكون هناك مؤتمر صحيح بعد الاجتماع الكابنت الإسرائيلي ويقف بن يمين نتنياهو ويقول كذا وكذا وكذا هذا ليس بالضرورة أن يحدث ممكن أن يكون هناك إيجاز صحفي من بن يمين نتنياهو ووزير الجيش بني جانس ممكن أن يكون هناك إصدار لبيان مكتوب وممكن أن لا يحدث شيء أن تبقى الأمور للغد ولبعد الغد وذلك في انتظار أن يكون هناك المزيد من قراءة الرؤية السياسية لكيفية إدارة المعركة نحن نعلم بأن هناك اجتماع صاخب في الجمعية العمومية وصل صداء إلى إسرائيل والعديد من دول العالم التي سمعنا وزراء خارجيتها وكبار المسؤولين فيها الذين عبروا عن امتعاضهم من استمرار هذه الحرب ولكن حقيقة في إسرائيل لا يأبهون كثيرا في التصريحات السياسية لعدد من الدول وهذا طبعا تم إضاحه من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي الذي كان يقول بأن علينا أن نتحمل الضغوط الدبلوماسية وذلك لتحقيق الأمن لماذا وزير الخارجية جابي أشكنازي أصلا كان قائدا للجيش الإسرائيلي كان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هو خلفية عسكرية في كل الأحوال ولكن بسبب التداعيات السياسية الإسرائيلية بات هو وزير الخارجية معه طبعا بني جانس الذي أيضا وزير الجيش الذي كان قائدا للجيش الإسرائيلي وفي الاجتماع يؤاف جلانت الذي كان لواء في الجيش الإسرائيلي ويؤاف جلانت أكثرهم تشددا والذي قال قبل الاجتماع سوف أصوت ضد وقف إطلاق النار وذلك لأن العملية العسكرية لم تنتهي ولم تلبي كافة المتطلبات العسكرية لها ولكن البعض يخشى من أن عمليا إذا إسرائيل الليلة غدا أوقفت وقف إطلاق النار دون أن يكون هناك موافقة على ورقة سياسية دون أن يكون هناك موافقة على صيغة للتهديئة دون أن يكون هناك حديث عن المسجد الأقصى أو عن الشيخ جراح أو عن إعادة فتح المعابر في قطاع غزة هذا يمكن أن يشكل أيضا أزمة سياسية للأطراف الدولية المصر، المبعوث الأممي، الدول الأوروبية، الولايات المتحدة، روسيا كل الأطراف التي تسعى ليس فقط لوقف إطلاق النار ولكن أيضا تسعى لأن يكون هناك مخرج دبلوماسي سياسي للمسألة الحرب بحد ذاتها ليست هي الخيار الوحيد الحرب جاءت لكي يكون هناك تبعات سياسية والمقاومة الفلسطينية في نهاية المطاف تريد أيضا أن تحقق تحديدا مطالبها والتي كانت منذ اليوم الأول وقف الاعتداء على المسجد الأقصى وقف إبعاد الفلسطينيين من حي الشيخ جراح الجانب الإسرائيلي في المقابل يسعى أيضا لكي يكون هناك ورقة تتحلق في عدم تسليح حماس وأيضا إخراج الجنود الذين هم موجودين داخل قطاع غزة والذين طال الحديث عنهم دون أن يكون هناك نتائج طيب رائد إذن الاختلاف الداخلي في الكابنت قد لا يخرج بقرار اليوم لوقف إطلاق النار وشكل ذلك الإيقاف وقد لا يخرج ببيان يعني كل السيناريهات مفتوحة ترجمة نانسي قنقر